بسم الله الرحمن الرحيم بكم في مدونتر على التالي المعلومات ان شاء الله النهاردة معوضونا يكون بخصوص البلوجر او دروس البلوجر هنتعلم مع بعض ازاي نحزف حقوق التصميم الخاصة به صاحب تصميم القالب اللي انت حملته من على الانترنت بدون الاعادة التوجيه للموقع الاصلي بتاعه. العنوان كبير بس هفهمه لك. النهاردة هنتعلم تاني هنتعلم مع بعض ازاي نحزف حقوق تصميم القالب اللي انت حملته عن انترنت انت دلوقتي حملت قالب من على الانترنت هتضيفه المدونة بتاعتك ولكن القالب ده اللي صممه حاطت اسمه جواه حاطت الموقع بتاعه جواه. احنا لو حاولنا ان احنا نحزف الاسم او الموقع بتاعه او اللينك ده بتحصل مشكلة ان انت بكلاقي المدونة بتاعتك بتعمل لها بيتعمل لها او بيعمل لها اعادة تحويل او توجيه للموقع الاصلي بتاع صاحب التصميم ليه طبعا هتكون مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للناس اللي بتعمل مدونات وبتحمل اوالب فاحنا النهاردة هتعلم ازاي نحزف اسم صاحب التصميم من القالب اللي انت حملته من غير اعادة التوجيه للموقع الاصلي بتاعه. طبعا الموضوع ده هينجح مع خمسة وتمانين في المية من الاوالب اللي انت بتحملها. خمسة وتمانين في المية هينجح معها الموضوع دوت يعني نسبة مش صغيرة نسبة كبيرة جدا. اما النسبة المتبقية دي النسبة اللي هيفشل معها الطريقة او النسبة اللي مش هينفع معها الطريقة بتاعت النهاردة. طب انا عارف منين بقى القالب اللي انا محمله هينفع معها ولا مش هينفع معها الطريقة. كل اللي عليك ان انت تحمل القلب وتجرب معه الخطوات. نفع نفع ما نفعش هتغير القالب. تمام? طيب عشان تفهم موضوع اكتر احنا لو بينا على المدوانات اللي نزلنا تحت في الجزء اللي تحت ده اسمه فوتر. الجزء اللي تحت خالص ده اسمه فوتر. تمام? اللاحز هنا مكتوب تصميم محمد العتال ومكتوب هنا حقوق محفوظة مش عارف الفين وسبعتاعة شهر العتال لمعلومات او الكلام ده. الكلام ده اسمه حقوق تصميم او حقوق نشر. فانت دلوقتي اسم صاحب التصميم بيكون موجود عندك فجزء اللي على الشمال تحت او عليمين على حسب ما هو كتبه. تمام? انت رو حاولت تحزفه من الاكوايت بتاعت المدونة بتحصل عندك مشكلة ان يما القلب بيبوز يما بيتم بتوجيهك له النوقع الاصلي بتاع صاحب التصميم. فطب ازاي هنشيل الاسم ده? احنا مش هنشيله. احنا هنعمل له اخفاء هنعمل له وهو موجود بالفعل عشان ما يزهرش ليه الزوار بتوع المدونة بتاعتك. طيب انا هروح لين على المدونة بتاعتي المدونة اختبار دي بتاعت الدرس اللي فات وبعدين هنعمل تحرير وهنضيف قلب عشان نجرب عليه هنجيب مسلا القلب ده هنقول له سلكت قول وبعدين كوبي الناس اللي ما تعافش الزوار دي في قلب الكلام ده شرحناه قبل كده وهنيجي نمسح الاكوايت دي ونعمل كنترول في انا كده بركب قلب والكلام ده بتاع الدرس الاولاني بتاع تركيب الاولب. تمام? وندوس على الحفز المظهر ونشوف مع بعض. بعد ما ركبنا القلب ده هيكون في حقوق ولا مفهوش حقوق? وهل هيتم حسفها ولا لأ? زي ما احنا شاكين تم الحفز هنعمل عرض مدونة. ده شكل القلب بتاعي تمام? اه لو نزلنا تحت قرص هك لايه هنا مكتوب تعريب وتطوير مش عارف فلاني الفلاني او اسم الموقع وهنا الناس دي انا عايز احزفها لو حاولت احزفها من الاكوايت بتاعت التصميم بتاعي من هنا هتحصل مشكلة ان يما القلب هيوقف يما هيتم توجيهي للموقع الاصلي بتاع العمل للتصميم ده. طب انا مش عايز بقى انا عايز احزف الاسم ده من غير ما يتم توجيهي ومن غير ما تحصل مشكلة في الاكوايت. هعمل ايه? اول حاجة احنا مكتوب عندنا هنا تعريب وتطوير. ازا هدور على كلمة تعريب وتطوير او كلمة تطوير بس او كلمة تعريب بس. طب ليه? لان هي دي الكلمة اللي هتوصلك ليه الكود اللي فيه حقوق التصميم. هنيجي هنا هيبقى عندك المنظر ده كده هتدوس على من الكيبورد. هتوقف في نص الاكوايت كده في مربع ده. وتدوس على مربع بتاع البحس. هتكتب بها كلمة تعريب. هيحاولك مباشرة زي ما احنا شايفين الجزء اللي فيه حقوق التصميم ايه? الجزء دوت. زي ما احنا شايفين مع بعض. مكتوب هنا اهو اسم العمل التصميم دوت او اسم اللي صممه. اسم الموقع الاجنبي اللي كان ظاهر لي برضو تحت اللي هو ده. طيب دلوقتي انا لو حاولت احزف الجزء ده اخد بالك اللي هيحصل لو اجيت كده حددت وعملت دليت. خد بالك ان بيزلي تحتها اكواد حمرة. الاكواد الحمرة دي ترامى لونها بقى احمر تعرف ان الحسف اللي انت عملته ده غلط وهيأثر فيه اكواد المدونة بتاعتك. احنا لو جينا راجعنا كنترول زد اتلاحز ان الاكواد الحمرة بقى لونها اخدر. طب لو حزفنا تاني بص بقى ترامى الاكواد بقى لونها احمر او حمرت معاك تعرف ان الاكواد اللي انت حزفتها دي هتأثر في التصميم بتاعك. مش هينفع ان احنا نحزفها بالطريقة دي. هنرجع خطوة لورا كنترول زد طيب لو حاولت احزف مسلا اللينك بتاع صاحب التصميم اللي هو اللينك ده اهو. تمام جيت عملت له دليت. بص الاكواد كلها بتحمر. طب هو دلوقتي رابط اللينك بتاع المدونة بتاعته بالاكواد بتاعتي. انا عايز انا عايز اشيل الكلام ده عايز اخفي اللينك ده اعمل ايه? هرجعه تاني. تمام? لو حاولت برضو احزف اللينك ده. وجيت عملت دليت. خد بالك الاكواد بيبقى لونها احمر معاك. طبعا لما بقى لونها احمر معاك تعرف ان كده انت ايه مش هينفع تحزف. طيب احنا بقى هنخلي الاكواد اللينكات دي موجودة بس هنعمل لها اخفاء. هنعمل لها اخفاء. تمام? في طريقتين. يما هتضيف كود معين الكود ده اللي هو هيكون دي او واحدة هورهولك. ده الكود بتاع الاخفاء اللي هو تمام? الكود ده هتضيفه يما بعد اللينك يما بعد الكلمة اسمها اي دي كونتاكت او اي دي كريدت او اي دي كوبيرايت. خد بالك. هنا في حاجة اسمها اي دي كريدت اهي. تركز معي قوي. ممكن توقف الفيديو وتبص على الكلام ده. هنا في حاجة اسمها اي دي كريدت اهي في النص. تمام? وممكن تلاقي حاجة اسمها اي دي كوبيرايت. هي ما تزاهرة في القلب ده. بس في بعض الاولى بحك تلاقيها فيها كلمة كوبيرايت. ممكن تلاقيها هنا. ممكن تلاقيها فوق شوية على حسب. تمام? فانت بتضيف الكود بتاع الاخ فاق ده اول حاجة انت بتجرب. احنا هنجرب ده الوقت. احنا اخد الكود ده كوبي طبعا الكود ده هتلوه في قلب الموضوع بتاع النهار ده. هتاخد الكود كوبي وهتحطه بعد اللينك اللي انت عايز تخفيه. هنا اهو. بس هتجي الاول ايه تسيب مسافة. لازم تسيب مسافة. تمام? دوس مسطرة. وعدين كونترول في. ادي اللينك بتاع الكود بتاعي نزل اهو. تمام? طيب حاجة اضيفه برضو بعد اللينك التاني اللي انا حابب ان انا احزفه اللي هو بتاع اسم صاحب التصميم. هدوس مسافة. بس هنا لما دوست مسافة خد بالك ان الكلمة اللي في الاخر حصر فيها مشكلة. فهدوس وبعدين حنسخ الكود كل كوبي واخده بره بقى في ملف تيكست عشان ابدأ اعدل عليه بدون اي مشاكل لانه مش عارف اعدل عليك جوة الصبحة نفسها. تمام? حنسخ تاني الكود بتاع الاخفاء كنترول سي. وبعدين هاجي عندها بتاع صاحب التصميم في الاخر بعد اخر نقطة دي. تمام? واسيب مسافة كده وبعدين كنترول في. بعد كده هانسخ الكود كله كوبي كده بالطريقة دي اللي انا جبته من الموقع. وهروح احطه في نفس المكان اللي ما اتحدد بالغامق ده وبعدين نزل معاه. ازا انا ضفت الكود بتاعي اهو. خد بالك ادي الكود اولا. ضفته بعد اللينك الاولاني. وادي الكود بتاعي التاني اهو. ضفته بعد اللينك التاني. تمام? انا كده بشيل حقوق التصميم من القلب بتاعي. طيب. هعمل حفظ المظهر ونشوف هل تم فعلا يخفى الحقوق ولا لسه? نستنى لحد ما يتم الحفظ ونشوف مع بعض. خلاص تم الحفظ. هنعمل عرض المدونة. وحننزل لتحت ونشوف زي ما احنا شايفين بالفعل تم الحصف كلمة تعريب وتطوير كنينة مكتوب اوالب صواريخ اللي هو اسمه صاحب التصميم اتشالت معي ونغير ما يتم توجيه الصفحة الرئاسية بتاعتهم او الموقع الرئيسي بتاعهم. الكلمة اللي كانت موجودة هنا برضو اختفت معي. طب فيه ناس هتسألني اقدر اشيل كلمة تعريب وتطوير دي ممكن تشيلها ممكن تعدلها تكتب اسمك تكتب اسم موقعك تكتب اسم اللي هيعدل لك على القلب سما انت عاوز. كده القلب بتاعك خلاص. تمام? ولا تشير اوالب ولا تدفع فلوس لاي حد ولا كلام من ده خاص. كلمة برضو دي اقدر اشيلها برضو اقدر اشيلها. هيجي هنا اهي. هلاقي كلمة حددها كده وعمل وكلمة تعريب وتطوير برضو لو انا حابب امسحها باجي كده بامسحها. تمام بالطريقة دي. وبعمل حفظ المظهر. حنشوف مع بعض. اما نعرض المدونة. تمام? بالطريقة دي فعلا تم الحسب بدون اي مشاكل خلاص بقى عندي مفيش اي حقوق على القلب ده. اقدر ممكن ان انا اخده احط عليه الحقوق بتاعتي وابيعه لحد ابيعه لحد تاني. اقدر ان انا استخدمه للمدونة بتاعتي اقدر ان انا عمل معا اي حاجة طالما حوق التصميم اتخفت من الاكوايات بتاعتي. طيب. في بقى الناس بعد ما هتعمل الخطوات دي. الحقوق مش هتتحصف معها. هيلاقي الوضع زي ما هو. هتعمل ايه في الحالة دي? في الحالة دي هتقعد تجرب بقى. هتاخد بتاع الاخفاء اللي احنا نسخناه ده. اللي هو ده. تعمل له وتروح تجرب بقى تحط في كزا حتة. يعني مثلا هتحطه هنا مرة. هتحط بعد دي مثلا. برضو هتسيب مسافة. مهم جدا انك هتحط الكود هنا يبقى تسيب مسافة. هتحطه في اي حتة تانية برضو تسيب مسافة. اهم حاجة انك تسيب مسافة قبل ما تحط الكود بتاعك. تمام? هتحطه مرة هنا وتعمل حفز وتشوف هل تم فعلا اخفاء الحقوق ولا لا طب ما تخفتش لسه. طيب يبقى ادور مسلا على حاجة اسمها او كريدت مسلا. تمام? ممكن تلاقي فوق ممكن تلاقي تاعت على حسب. انت طاقة تجرب. لكن انا بوري لك الطريقة الاساساسية ان انت بتاخد الكود ده بتزرعه في قلب المكان بتاعه هو تصميم القلب. تمام? طيب خلانا اعمل تجربة على قلب تاني ونشوف مع بعض. حاجة هنا امسح الاكواهات دي خالص عملها وبعدين هروح اجيب قلب تاني من عندي. هقفل مسلا اه حاجة الاول امسح ده من هنا مش محتاجه. وبعدين انزل ده تحت. ده كده. طيب مسلا القلب ده كنترول ايه وبعدين كوبي. واجي هنا اركبه في المكان ده كنترول في وبعدين حافظ المظهر. تمام? ونشوف مع بعض. انا مش عايز الفيديو يكون طويل عليكم. تاعي للطريقة سهلة ما فيش فيها اي حاجة خالص يعني انت بتضيف كود معين بعد اللينك بتاع صاحب التصميم. بس اهم اعجا انك تسيب مسافة بين الكود وبين اللينك. خلاص نعمل عرض المدونة ونشوف القلب ده شكله عامل ازاي? ده قلب تاني زي ما احنا شايفين والاسف برضو او الصدفة ان اللي صمم القلب ده هو هو نفس الشخص اللي صمم القلب اللي فات. زي ما احنا شايفين مكتوب برضو تحت هنا تصميم فلان الفلاني مش عارف تعريب فلان الفلاني. انا عزي شيل الكلام دوت هدور على كلمة تعريب برضو هنا. تمام? هكتبها هو دوس على انتر. زي ما احنا شايفين هنا. هاجي بقى اخد الكود ده كده كله كوبي. انسخه واخده بره عشان اعدل عليه كده بالراحة وبدون اي مشاكل. هاجي احطه هنا في ملاقة تمام? بالطريقة دي. طيب. هاخد الكود بتاع الاخفاء. كنترول سي وبعدين حاجة بعد اول لينك في حقوق التصميم اهو ده تمام? واسيب مسافة وعمل كنترول في. وبعدين هاجيب تاني لينك. هكلاقيه موجود اهو. تمام? واسيب مسافة واحطه كنترول في. انا كده ضيفت اللينك بتاع الاخفاء بعد اللينكين بتوع حقوق التصميم. بعد كده هانسخ الكود تاني كله كوبي. تمام? كنترول سي. الكود اللي انا جبته مش الكود بتاع الاخفاء. الكود اللي انا جبته الاكواد بتاعتي تمام? وارح احطه في نفس المكان بالطريقة دي تمام? ادي الكود بتاعي اهو مرة هنا ودي المرة التانية هنا زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام? وبعد ادوس على حفظ المظهر ونشوف هل هيتم اخفاء الجزء اللي تحت ده مش عارف فيه ده ده تقريبا موقع اجنابي ده تقريبا موقع عربي فاحنا عايزين نحزف الاسمين دول عشان يبقى لقالب شكل ظريف ما ما تزهرش الاسماء دي للزوار بتوع المدونة بتاعتي واعمل عرض المدونة ونشوف هيتم الاخفاء ولا مش هيتم اخفاء حقوق تصميم القالب. بالفعل زي ما احنا شايفين تم الاخفاء خلاص بدون اي مشاكل. ممكن بدل كلمة تعريب دي بقى اكتب اسمي تعريب فلان الفلاني تصميم فلان الفلاني او حقوق النشر محفوظة لموقع فلان الفلاني العام كزا. اقدر عدل الكلام ده كله تمام? ممكن اشيل مسلا كلمة اه تعريب دي اقدر عمل لها دليت اه دي كلمة تعريب بنحزفها بالطريقة دي. ودي هنلاقي كلمة تصميم برضو نقدر ان احنا نعمل لها حسف بالطريقة دي وندوس على حفظ المظهر عشان مبقوش معجونين تحت كده لو انت مش محتاجهم. نستنى بس ونعمل عرض المدونة ونشوف مع وعدها هتكون النتيجة. طبعا لو ما تشالتش ممكن بقى تحط مسلا ايه? تحط الكل بتاع الاخفاء ده بعد مسلا بعد اي دي ماي كونتاكت تحطه هنا مسلا بس تسيب مسافة او ممكن تحطه مسلا بعد فوتر هنا فوق بس برضو تسيب مسافة وكزا. انت تعد تجرب تحط ده في كزا حتة. تمام? وتعمل عرض المدونة. طبعا وانت بتحفظ لو ظهر لك ان الشريط احمر او خط سطر احمر في كلام احمر كده قال لك في مشكلة يبقى انت ضيفت الكود بطريقة خاطئة. زي ما احنا شايفين تم حسف فعلا حقوق تصميم من القلب دراقي اقدر اعدل عليه واقدر رضي في القوام بتاعتي واقدر اعمل مدونة بدون اي مشاكل من غير ما انا اضطر ان اشتري قلب واقش في الطرق اللي موجودة على الانترنت اه حاجات مش مضمونة لا انا اجيب القلب وعدل عليه بالطريقة بتاعتي تمام? يا رب يكون موضوع النهاردة سهل وبسيط بالنسبة لكم يا ريت اه اي حد عنده مشكلة في موضوع حزف الحقوق من القلب يكلمني على الفيسبوك وانا ان شاء الله هحاول اخد منه القلب وحزف له الحقوق دي بس بعد ما تجرب. ما جيش تقول لي انا مش عارف اتجرب لأ انت اتفرج على شرح كويس. ولو قبلك مشكلة اتجلمني على الفيسبوك او ابعكة القلب على الخاص. وانا ان شاء الله هحاول ان انا احزف له في حقوق تصميم من القلب دوت. ما تنسوش تعمل واشتراك في القناة. وتعملوا لايك وشيل الفيديو لان ده فيديو مهم جدا لكل الناس اللي بيستخدموا بلوجر او مدونات. وتعملوا جول الجروب بتاعنا على الفيسبوك عشان لو عندك اي مشكلة تقدر تتواصل معي. الرابط كلها هكلا موجودة اسفل الفيديو على اليوتيوب واللينك او الكود بتاع الاخفاء اللي استخدمنا النهاردة هيكون موجود في قلب الموضوع على مدوانة العد تالي المعلوميات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.